تلاميذ سنة رافية ابتدائي السلام عليكم هذا اختبار فاصل ثاني في مادة الرياضية النموذج الأول سنقوم بحله معا الموضوع مرجع القناة في كومينوتيك من أجل الطباعة وإعادة حله لا تنسوا الدخول على القناة الاشتراك وتفعيل جرس إشعارات اللي يصل لكم الجديد إذا نبدأ في حل اختبار التمرين الأول أنجز العمليات عمودي لدينا عمليات الجمع عمليات الطرح وعمليات أردر نبدأ بعمليات الجمع 36357 زائد نبدأ بالوحدات تمانية تسعة ستة خمسة وأربعة سبعة زائد تمانية الوحدات مع الوحدات سبعة زائد تمانية تمانية ندف سبعة تمانية تسعة عشر 11 12 13 14 15 15 نبدأ بالخمسة ونحتفل بالعشر خمسة زائد تسعة تسعة في الزعس ندف خمسة تسعة عشر 11 12 13 14 أحسنتم خمسة عشر خمسة أحتفل بالعشر تلاتة زائد ستة تسعة والواحد عشر ستة زائد خمسة تسعوي ستة نضيف خمسة ستة سبعة تمانية تسعة عشر 11 11 12 ثلاثة زائد أربعة أحسنتم سبعة والواحد ثمانية إذن نتجان تحصل على اثناني وتمانون ألفين خمسة وخمسون نلتقي إلى العمليات الثانية نلتقي إلى العمليات الثلاثة عمليات الثلاثة 61 684 ناقص تأمي من الوحدات أربعة تسعة تلاتة خمسة وتلاتة نلتقي إلى العمليات الثلاثة أربعة ناقص أربعة حسنتم خمسة تسعة تمانية ناقص تسعة لا أستطيع سعير عشر هنا تصبح تمانية عشر وهنا أربعة ثلاثة زائد واحد أربعة هنا تمانية عشر ناقص تسعة تسعة وأصعد إلى تمانية عشر تسعة عشر 11 12 13 14 15 16 17 18 تسوي تسعة ستة ناقص أربعة من أربعة وأصعد أربعة خمسة ستة ناقص أربعة من أحد الأمر ثلاثة ناقص أربعة من أربعة من أربعة قصة أربعة من أرسل ستة. ستة ناقص أربعة ستاوي أحسنتون اثنان. إذا نتحصن على ستة وعشرين ألفين. ومئتان واتسون. العمليات الثالثة عمليات الضرب ستمائة وسبعة وثمانون وضرب خمسة وثلاثون. إذا نبدأ بالخمسة نضيبها في سبعة ثم وثلاثة ثم ستة. خمسة ضرب سبعة أحسنتون خمسة وثلاثة. أكتب خمسة ونختفض بالثلاثة. خمسة ضرب تمانية أحسنتون أكبر والثلاثة. ثلاثة وأكبر. نختفض بالأكبر. ثلاثة أحسنتن أربعة ثلاثة. نضربنا الخمسة في سبعة في الثمانية ثم في ستة. نضع النقطة نفس الشعب تلاثة أضربها في سبعة في الثمانية وفي ستة. ثلاثة ضرب سبعة أحسنتن واحد واحد devastating. واحد واثمون ثلاثة ضرب تمانية أربعة واثمون خمسة واثمون ستة واثمون ستة ثم عمليات الجمع ثم عمليات الجمع إذن تحصن على 24 ألف وخمسة وأربعة نلتقي في التنمية الثانية أكمل الجدول التالي لدينا الجدول المقصوم القاسم الباقي والحاصن وهنا لدينا الكتابة إذن كل عدد لديه اسم هذا يسمى المقصوم هذا العدد يسمى المقصوم هذا العدد هذه القسمة قسمة إثناني إثناني يسمى القاسم هذا كذلك يسمى القاسم مئاتين وإثناني وثلاثين يسمى الحاصل وهذا يسمى الباقي إذن المقصوم القاسم نفس الشيء القاسم الحاصل والباقي إذا نملأ الجدول نبدأ من هنا المقصوم يسمى أربعمائة وخمسة وستة المقصوم نكتب أربعمائة وخمسة وستة هنا القاسم يسمى أثنان صحيح نفس الشيء الحاصل يسمى مئتين واثنان وثلاثون الحاصل نكتب مئتين واثنان وثلاثون الباقي يسمى واحد هذا هو واحد إذن أربعمائة وخمسة وستةون قسمة اثنان تساوي اثنان ضرب مئتين واثنان وثلاثون زائد واحد ننتقل إلى الكتابة الثانية هنا لدينا المقصوم أين هو المقصوم؟ تسعمائة واربعة وفمسة نكتب تسعمائة وثلاثون تقسيم القاسم هذا القاسم ستة نفس الشيء ستة دائما نفس العدد يكتبون الحاصل أين هو الحاصل؟ مئت سعة وخمسون هنا الباقي كميشاوي أحسنتم سفر سعمائة واربعة وخمسون قسمة ستة تساوي ستة مئت سعة وخمسون زائد سفر كتابة الثالثة المقصوم سبعة واربعة وثلاثون سبعة واربعة وثلاثون القاسم ثمانية صحيح هنا نفس الشيء ثمانية نفس العدد الحاصل تسعمائة وثلاثون تسعمائة وثلاثون والباقي اثنان إذن نراجع المقصوم نفس العدد مئة وخمسون ستة القاسم الحاصل نفس العدد والباقي واحد المقصوم سمائة واربعة وخمسون صحيح القاسم ستة الحاصل مئة وثلاثون مئة وثلاثون ثمانية الكتابة الثالثة المقصوم سبعة واربعة واربعة وثلاثون القاسم 8 الحاصل 937 والباقي 2 نتقي إلى ثمين ثالث حقل المستطيل طوله 80 متر إذا كنت تعلم أن عودة هذا الحقل يساوي نصف طوله سؤال أول أحسب عودة الحقل سؤال ثاني أحسب محيطة الحقل إذا لدينا حقل مستطيل طوله يساوي 80 متر هذا طول المستطيل وهذا عودة المستطيل إذا لدينا طوله يساوي 80 متر إذا كنت تعلم أن عودة هذا الحقل يساوي نصف طوله يساوي نصف هذا الطول سؤال أحسب عودة الحقل نصف معناه أحسنتم قسمة إثنان لما يقول لنا نصف العدد معناه نصف قسمة إثنان إذا عودته يساوي طوله قسمة إثنان نصف طوله معناه طوله قسمة إثنان نكتب 80 قسمة إثنان تساوي نفس الكتابة الثمين الثاني نفس العدد ضرب زائد ما هو العدد الذي أضربه في إثنان حتى تحصل على ثمانون أحسنتم أربعون نكتب أربعون ضرب ضرب إثنان تساوي ثمانون يساوي هذا العدد ثائد ثمانون الباقي صفا إذن قسمة العدد الثمانون على اثنان يساوي أربعون. الحاصل هو الذي يساويه. الحاصل هو أربعون. تمانون قسمة اثنان تساوي أربعون والباقي صفر. إذن نصف ثمانون هي أحسنتهم أربعون. وبالتالي عقد الحقلي يساوي جيد أربعون متن. نجيب عقد الحقلي. أربعون متن. سؤال ثاني. أحسب محيط الحقلي. وجدنا الطول تمانون. لدينا الطول تمانون متن. وجدنا العقد أربعون متن. يمكن حساب الآن محيط الحقل. محيط الحقل. إذن محيط الحقل ماذا يساوي؟ يساوي الطول ضرب اثنان زائد العقد ضرب اثنان. إذن محيط الحقل يساوي محيط الحقل يساوي الطول ضرب اثنان زائد العقد ضرب اثنان. إذن محيط الحقل يساوي الطول ضرب اثنان زائد العقد ضرب اثنان. نعود. الطول كم يساوي؟ يساوي ثمانون متر. نكتب. ثمانون متر. ضرب اثنان. زائد. العقد أربعون. أربعون ضرب اثنان. نجد العملية. ثمانون ضرب اثنان عمورية. ثمانون ضرب اثنان. ثمانون ضرب اثنان ضرب اثنان ضرب أثنان. ثمانون ضرب اثنان. ضرب اثنان. ثمانون. تب postpone. ثمانون. ثمانون. دون. نجد عمورية. ثمانون. ثلاثة ثمانون ضاعة سفر ثلاثة 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 أربعة عشر واحد زاعة سفر واحد اثنان يدين ساوي 20 كاولا محرط الحقلي هو 22 كاولا 200 نجيب عن السؤال وحيط الحقل 2.40 متر نعيد مراجعة 8 ثالث لدينا مستطيل حقل شكله مستطيل لدينا الطول 80 متر قال لنا في 8 أن العرض هو نصف طولي معناه قسمة 2 الطول قسمة 2 جرينا عمية قسمة 8 وجدنا 4 إذن عرض الحقل هو 4 لدينا الطول ولدينا العرض الطول 80 والعرض 4 سؤال الثاني أحصل محيط الحقل محيط الحقل شوي طول 2 ثائد العرض 2 طول 80 عرض 4 وجدنا 160 زائد 80 مائة واربعون إذن نقول أن محيط الحقل هو مائة واربعون متر ننتقل إلى الوضعية الإدماجية الوضعية الإدماجية أقسم مستقيما M ثم عين عليه النقطة A و B تبعداني عن بعضهما بـ 4 سنتيمتر علم النقطة O منتصف A و B أقسم الضائرة التي مركزها O وتشمل النقطة A و B سؤال سمي القطعتين A, O, A و A و A B قطعة O A كيف تسمى و A B كيف تسمى إذن نبدأ أقسم مستقيما M نقسم مستقيما M مستقيما بالمستقرة على مقصص نقسم مستقيما هذا مستقيما أم من المستقيما اسمه أم هذا مستقيما اسمه أم ثم عين عليه نقطة A و B أعين على المستقيما نقطة A و B ليس هنا ولا هنا على المستقيما أعين نقطة A لكن الشرق تبعو داني عمبادهما ب 4 cm يجب أن تكون مستقيما بين A و B تسأل 4 cm نعين على المستقيما نقطة A هنا يجب أن تكون المستقيما تبعو داني عمبادهما ب 4 cm إما من هنا أو من هنا 4 cm كيف تسمى 4 cm هنا 4 cm نقطة B نقطة A و B نقطتين من المستقيما تبعو داني عن بعضهما ب 4 cm المسافة بين A و B هي 4 cm أو سمستقيما عين عليه النقطتين عيدنا النقطتين تبعو داني عن بعضهما ب 4 cm وجدناها ثم علم النقطة O نقطة O منتصف القطعة AB هذه القطعة اسمها القطعة AB هذه القطعة قطعة AB هذه القطعة AB عين O منتصف معنها في النسف في الوسط بما أن هذه أربعة نسفه أربعة أحسنتم هي اثنان إذا نعين نسف القطعة هي اثنان هنا هنا O لدينا القطعة AB طولها 4 cm O منتصف AB معنها تقارب في الوسط في النسف هنا أربعة معنها هنا اثنان وهنا اثنان ثم تقارب في الوسط منتصف التي تقارب في الوسط تقارب في الظهر تقارب في الوسط تقارب في herb إذا نسمنا الضائرة مركزها O وتشمل النقطاتين أنها تمر من النقطة A وتمر من النقطة B نراجع لدينا مستقيم M لدينا النقطات A و B من المستقيم M تبعد هنا عن بعضهم بـ 4 سنتيميل وضعنا O في منتصف في وسطهما ثم رسمنا الضائرة مركزها O وتمر من النقطتين تشمل النقطتين سؤال سم القطعتين O A و O B إذن O A كيف تسمى القطعة O A هذه القطعة O A هذه القطعة O A كيف تسمى أحسنتم هي نصف قطري الضائرة إذن O A هي نصف قطر الضائرة و أحسنتم كذلك O B هي نصف قطر الضائرة وأخذنا من هنا هذا كذلك نصف قطر الضائرة هذا O هنا هذا نصف قطر الضائرة نبدأ من O و نقسم قطر الضائرة ثانياً نسمي القطعة O هو AB إذن القطع AB كيف تسمى القطع AB AB القطع AB كيف تسمى أين هي القطع AB هي القطع AB كل هذه نسمى من O إذن القطع AB تسمى أحسنتم قطر الضائرة إذن لدينا O A يعني قطر الضائرة و AB هي قطر الضائرة كذلك لدينا هكذا إذن أخذنا هكذا كذلك قطر الضائرة يجب أن يمومنا هذا أيضاً قطر الضائرة هذا قطر الضائرة وهذا النصف من O يسمى نصف قطر الضائرة إذن نراجع الوضعية رسمنا مستقيم أعلينا نقطتين من المستقيم تبعدين عن بعضهما ب 4 سم وضعنا O في الوسط رسمنا الضائرة هذه النقطة تسمى مركز الضائرة هذه تسمى نصف قطر الضائرة وهذا كله يسمى قطر الضائرة وأكد انتهينا من حل اختبار إلى اختبار القارب إن شاء الله والسلام عليكم